أعلن حزب الله اللبناني أنه تصدى لمحاولتين تسلل لقوات الاحتلال إلى الأراضي اللبنانية من جهة بلدة مركبة وبلدة عيت الشعب واستهدفهما بقدائف المدفعية كما أعلن حزب الله أنه نفذ إحدى عشرة عملية استهداف وقصف بالصواريخ المتنوعة لأهداف وقواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية موضحنا أنه استهدف بهجمة صاروخية قاعدة استيلة معرس البحرية التابعة لقوات الاحتلال شمال غرب حيفا وكذلك موقع زبدين العسكرية في مزارع شبعة بالإضافة لقصف تحركات لقوات الاحتلال في منطقتين لبونة ومارون الرأس فضلا عن قصف تل أبيب من جانبها أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن القصف الصاروخية من لبنان على تل أبيب تسبب بوقف حركة الملاحة في مطار بونجوريون